سلام أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم جميعا بالفيديو الثاني من سلسلة امتحانات لغة الألمانية بهذا الفيديو رح نعمل مقارنة بين امتحانات تلك وامتحانات جوتا مستوى باينز رح نجاوب على كتير أسئلة عم توصلنا مثل أي أمتحان أو كورس نختار أي أمتحان أسهل أي شهادة أفضل للعمل أو الجنسية أو للمهاجرين بشكل عام وأهم شي رح نتعرف كيف بتكون الأسئلة بكل امتحان رح يكون في عنا نموزجين نموزج من جوتا ونموزج من تلك ونشرح بالتفصيل الأسئلة وأقسام الامتحان رح نبدأ بسؤال أي شهادة أفضل للعمل أو الجنسية أو للهجرة بألمانيا بشكل عام بالنسبة للعمل بألمانيا أو الجنسية الألمانية أو للهجرة إلى ألمانيا سواء كانت شهادتكم من جوتا أو من تلك هي نفس الشي يعني ما في اختلاف من هدولة أبدا أي شهادة من هدولة الامتحانين هي معترفية طيب أي امتحان أو كورس نختار مثل ما حكيت بالفيديو الماضي إذا كنتوا برا ألمانيا لازم وحصرا تعملوا امتحان جوتا يعني للناس اللي بلبنان بمصر بتركيا بأي مكان كان ممكن أنه تتدربوا أو تتعلموا اللغة الألمانية بأي معهد كان بغض النظر عن اسم المعهد بس الامتحان لازم يكون بمعهد جوتا إذن الشهادة لازم تكون صادرة عن معهد جوتا حصرا بينما إذا كنتوا بألمانيا كمان ممكن تعملوا كورس بأي مدرسة كانت بغض النظر عن اسم المدرسة بس الامتحان لازم يكون صادر من شركة تلك وهذا الشي لازم تعرفوا لما تروحوا تسجلوا كورس بمدرسة اللغة لازم تسألوا شو نوع امتحاننا هل هو تلك أو هو نظام تاني طبعا هون نحن ما عم نحكي عن أنواع امتحان تلك لأنه في عنا امتحان ألغمين في عنا امتحان بغوفلش في عنا امتحان ميدتسين في امتحان يوغنتلشة في كتير انواع امتحانات بنفس شركة تلك فالاختلاف بين هدول الامتحانات رح يكون اكيد بالفيديوهات الجاية لأنه موضوع تاني بس اليوم نحن عم نحكي عن جوتا أو تلك لحتى نعرف هاد الجواب رح نعمل مقارنة بين الامتحانين في عنا نموذج امتحان من جوتا مثل مشافين وفي عنا نموذج امتحان من تلك كمان نفس المستوى باينس رح نتعرف بهاي المقارنة على التست فورم تبع الامتحان يعني كيف بتكون الاسئلة كمعدد الاسئلة كيف تكون المدة وتوزيع العلامات وبيناء على هاي المقارنة بتصير عندكم فكرة اي امتحان اسهل لانه طبعا بالنسبة لي ممكن يكون جوتا اسهل بالنسبة لكم يكون تلك فتابع معي هاي المقارنة للاخير ليصير عندكم فكرة عن كل نوع من انواع الامتحانات وبالنهاية رح تعرفوا تقرروا اي امتحان اسهل وبتمنى تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم يعني اي امتحان كان اسهل وبتمنى منكم اصدقائي لدعم هاي السلسلة تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة لتشوفوا الفيديوهات الجاية اول ما تنزل خلينا نبلش رح نبدأ اول شي بناموزج امتحان تلك في عنا مستوى باينس وهي عنا تست فورمات اول شي في عنا شغفتلشة بروفونج الامتحان الكتابي في عنا منذلشة بروفونج الامتحان الشفوي بالنسبة لالامتحان الكتابي في عنا اول قسم قسم لازفاشتين وده لازن تاني قسم شبراخ باوشتاينة تالت قسم في عنا هورفاشتين وده هورن الامتحان السماعي والقسم الرابع هو شغفتلشة اوستروك وده بريف ازو شغيبن رح نبدأ اول شي مع لازفاشتين بلازفاشتين في عنا دغاية ايلي طبعا نحنا ما رح نحل نموزج الامتحان هاد بس رح نطلع عليه اتسيل مو مهم في عنا اوفقابنتوب يعني نوع الاسئلة او الواجبات مثلا تايل اينس فمف تسو اورنونجس اوفقابن رح نمر عليهم بعد ما نشرح كل تايل تايل سفاي في عنا فمف مولتبل جواز اوفقابن يعني خمس اسئلة اختار الاجابة الصحيحة في عنا تايل دغاية سين سو اورنونجس اوفقابن يعني في عنا عشرة اسئلة ترتيب طيب خلينا نشوف هاد الحكي بنموزج الامتحان اذا هادا عنا لازفاشتين تايل اينس متل مو شافين في عنا ترتيب لازم نختار الشي المناسب في عنا عدد من الخيارات وفي عنا اسئلة نمر اينس نمر ازفاي طبعا لازم نختار العنوان المناسب للنص نمر دغاي نمر فيا ونمر فمف متل مو شافين نصوص نوعا ما متوسطة و هاد كان تايل اينس بي لزن بينما لزن تايل 2 بي لزن هاد كان تايل 2 بي لزن بينما لزن تايل 3 لازم نختار المناسب للانتحان وهنا لازم نختار المناسب للانتحان وهن لازم نخطار السيطواتيسي المناسب للانتحان طبعا سؤال سيطواتيسي وانتحان مو جود بكل أنواع الامتحانات في عنا A, B, C, D A, F, G, H I, J, K, L هدول هنين الانتسايجن إذن هاد كان تايل 3 بلازن من امتحان تلك رح نرجع على التست فورم في عنا 2 شبراخ باوشتين شو هي شبراخ باوشتين في عنا هون 2 تايلة تايل 1 10 multiple choice في عنا 10 أسئلة اختر الإجابة الصحيحة و تايل 2 في عنا 10 أسئلة تسو أرنوغز أفغاب طبعا لازن مع شبراخ باوشتين يعتبروا قسم 1 في عنا هون 90 منوطن لا لازن و شبراخ باوشتين وهي عنا شبراخ باوشتين تايل 1 شو الفكرة من هاد التايل لازن تايلة و شلسة دي لقن 21 بس 30 A B أو دا سي 22 عفوا 22 A أو دا ب أو دا سي وهيك لا 30 مثل ما شاهدين لأسئلة هون اختيار الفعل الصحيح هون اختيار داين داينم أو دا داينن يعني أكوزاتيب أو دا داتيب بوستيسيف أرتيكل ماين مش و دا مية لازم نختار الأداة الصحيحة بخيبوزيزيونن كمان كونكتورن لازم نختار الأداة الربط الصحيحة طبعا كله هذا بيعتمد على حفظنا للقواعد والكلمات وأكيد الترجمة يعني لازم نحن بالأساس نكون دارسين و متدربين على قراءة نصوص أفعال مثل مو شايفين اختار الفعل الصحيح كلمات صفات أفعال و أدوات سؤال بينا مع شبخة خباوشتاينة تايلت سفاي لازم تكست و نشليسة دي لكم نفس الفكرة 1 و 13 بس فتسش في عنا عشر أسئلة بس هون في عنا شي شوي مختلف أول شي هذا التكست بيكون عبارة عن بغيف بس الكلمات بتكون يعني غير مرتبة متل مو شايفين A B C D بيشكل عام كل الكلمات اللي موجودة هون فنحنا مثلا 1 و 13 بنا نفكر شو بيناسبة هون مثلا فلازم نختار نوعا ما هذا التايل أصعب من التايل الأول لأنهم محددين لنا ثلاث خيارات بس متل مو شايفين الكلمات دامت، داينن، دين، دس هالب، دي، جانس، ام يعني الكلمات بتعتمد على حفظنا للقواعد أكيد بتعتمد على حفظنا للترجمة كيف بتصير معنا الكلمة بتعتمد على استخدامنا مثلا امتا بنستخدم أم أم امتا بنستخدم مثلا كيف منطور حالنا بشباخ باوشتينة ونحله بشكل أفضل لازم نتدرب على حل نصوص ناخد النص بشكل كامل أول شي نقرأه، نحلله، نشوف هون فيه بريبوزيتيون هون في عنا ماضي بصيغة بيرفكت هون لازم نعمل ربط مثلا لازم نحط دامت وأي كلمة غريبة بتواجهنا مثلا لازم نكتبها على دفتر خارجي ونعيدها مشان نحفظها وهيك بصير عنا فكرة كيف نحل لازن وكيف نحل شباخ باوشتينة بشكل أفضل إذا هاد كان شباخ باوشتينة رح نرجع على تيست فورم تايل دغايف في عنا هون فاشتين القسم الثالث من الامتحان هو الامتحان السماعي في عنا دغايت 6 مينوتن لهاد التايل وفي عنا دغايت تايلة قسم هون كله غشتش فالش او فقابن يعني اختار غشتش وده فالش في عنا هون فاشتين تايل 1 دوهرس نون 5 كرسة تاكستة إذا رح نسمع خمس نصوص دوهرس ديزة تاكست نوى 1 مال رح نسمع هاد تاكست فقط مرة واحدة لكل تاكست رح نسمع و لازم نجاوب على سؤال دوهرس دياره او فالش تاكست اغشتش فالش تاكست اغشتش تاكست لذزة وتاكست Aid وهي المحادثة باعتبارها واحدة فرح نسمع مرتين دو هورست داسكش بريش تفايمال نحن عم نسمع المحادثة لازم نحل الأسئلة في عنا هون عشر أسئلة هل هدول الكل هون غشتيش وده فالش بينما تايل 3 دو هورست فمف كورتسة تكستة إذن رح نسمع خمس نصوص لازم نحل خمس أسئلة رح نسمع هدول النصوص تفايمال مرتين إذن غشتيش وده فالش طيب تمام تمام كيف منطور حالنا بالسماعي لازم نسمع بشكل مستمر أما شو ممكن نسمع لكل مستوى من المستويات حكيت عنهم بالتفصيل بفيديو موجود على القناة بس بشكل عام لازم نسمع ألماني سواء من الناس أو من التلفزيون أو من الراديو أو من محادثات مخصصة مثلا موجودة على اليوتيوب أو الأصوات هدولة نفسهم تبع نمازج الامتحان فينا نسمعون لأنه هدولة من أفضل المواد التعليمية الممكن تطوروا حالكم فيها طيب وين موجودة هاي الأصوات؟ هاي الأصوات موجودة على الابليكيشن الخاص بنمازج الامتحان بحيث فيكن تشوفوا الأسئلة تسمعوا الأصوات وتحلوا الأسئلة وتشوفوا الحل رابط تطبيق نمازج الامتحان مع تطبيقاتنا التانية كلها فيكن تحملوها من خلال الوصف يعني موجود الرابط وصف الفيديو أو بأول تعليق بالأسفل رح نرجع على تيست فورم القسم الأخير في عنا شريفليش أوسدوك وده بريف شغيبن في عنا هون رسالة لازم نكتبها ركزوا هون في عنا 13 منوتن للرسالة الوحدة طبعا لازم نكتب رسالة وحدة بيكون في عنا خيارات رسالتين لازم نكتب مننون رسالة وحدة نكتب رسالة رسمية أو رسالة نصف رسمية سؤال كتابي بأربع نقاط رئيسية طيب رح نشوف في عنا هون شغيفت لش أوسدوك اينا بكانت اوس بورتوغال شغيب دي ايبا اياليبن ان اوستغايش طبعا هاد النوع من الرسائل موجود بيكون في عنا حدا كاتب رسالة ونحن لازم نرد على هاي الرسالة عملنا كتير نمازج عن الرد على الرسالة انتفورت اوف دي نبغيف شغايب اتفاس فولغندن فيا بونكتن رد على الرسالة واكتب بالاربع نقاط التالية في عنا هون نقاط لازم نكتب فيا طبعا هون بهاد النموذج في عنا فقط رسالة واحدة لازم نكتبها بس بشكل عام بامتحانات تانية وممكن يكون عنا رسالتين لازم نختار مننون رسالة واحدة ونكتبها رح نرجع على تيست فورم في عنا الامتحان الشفوي بهاد الامتحان في عنا دغاية تايلة تايل اينس كونتاكت اوف نامة ودا زيش فورشتلن يعني التعريف عن النفس تايل سفايف في عنا جشبغيش ابا اين تيما حديث يعني محادثة حول موضوع من المواضيع تايل دغايف في عنا جمانزا معين اوفقابة لوزن حل واجب مشترك أو حل سؤال يعني حل واجب مشترك وبهاد الامتحان بيكون في عنا اتنين زملاء بيعملوا الامتحان مع بعض وبيحكوا مع بعض رح نشوف الاسئلة تايل اينس كونتاكت اوفنام هاي تعريف عن النفس بي اغلب كل الامتحانات بتكون نامة ووهر سي او دا ار کمت وي سي او دا ار وونت ووننگ، هاوس، غارن، فاميليا وو سي او دا ار دوش gelernt hat كيف تعلم الالمانية بشكل عام معروفة يعني التعريف عن النفس بالاضافة لهيك ممكن انه يسألوا اللجنة بعض الاسئلة الاضافية مثلا كيف يقضي او تقضي عطلة نهاية الاسبوع اي هوايات لديه او لديها لازم نحكي عن موضوع من المواضيع يلي هو نفسه بلد بشغايبونج وصف الصورة بس متل ما حكينا مصطلح بلد بشغايبونج مو صح بشكل كامل نحنا ما لازم فعليا فقط نوصف الصورة لازم نحكي عن موضوع الصورة وهذا عنا نموذج بيكون في عنا موضوع من المواضيع وصورة معبرة يعني عن الموضوع ولازم نحنا نحكي عن هاي الصورة او هذا الموضوع يعني نحكي شوي عن الصورة ومنحكي كمان عن موضوع الصورة طبعا ممكن يكون هاد شي مختلف بينك وبين شريكك اللي عم تعمل معه الامتحان يعني تجيك موضوع او صورة غير صورة شريكك فمثل مو شايفين في عنا صورتين مختلفتين في عنا التائل 3 هون لازم نخطرت نحنا وشريكنا وشريكتنا بالامتحان فمسلا هون في عنا تخطيط يعني رحلة مدرسية طيب من وين لازم نجيب الحكي لازم نحكي بهدول النقاط الموجود عنا مثلا هاي الرحلة المدرسية يعني وين رح ننام يعني برنامج مسائي كمان في عنا كتير امثلة على القناة عن وهات كان امتحان با 1 من تلك بشكل عام بتمنى تكونوا اخدتوا فكرة عن الاسئلة ما فيكن تحكموا اي امتحان افضل او اسهل لحتى نشوف امتحان جوتي فخلينا نروح لامتحان جوتي وهذا عنا نموزج امتحان جوتي نحنا بهمنا اول شي نعمل لمحة سريعة من خلال تست فورم للامتحان مثل مو شايفين الاقسام الرئيسية نفسها في عنا لازن في عنا هورن شغيبن شبريشن طيب بالنسبة لازن في عنا 5 افقاب وهدول الاسئلة بشكل عام يعني ريشتش فالش مافاخ اوسوال يعني a b او c ترتيب يا او دا ناين مافاخ اوسوال خلينا نعمل لمحة سريعة عليهم لتاخدوا فكرة اذا لازن تايل 1 لازن تكس و او افقابا ريشتش او فالش في عنا هون تكس متل مشايفين و في عنا تحتو اسئلة لازم نجاوب هدول الاسئلة ريشتش او فالش بناء على التكس هاد كان تايل 1 في عنا لازن تايل 2 في عنا هون كمان تكس و في عنا ريشتش اللوزن او باو دا تسي هاد التكس متل مشايفين و في عنا تحتو اسئلة a b و دا تسي لازم نختار بس طبعا مو بس مو تكس واحد بهاد التايل في عنا تكس تاني و في عنا كمان نفس الاسئلة a b و دا تسي بينما لازن تايل 3 في عنا هون سيطواتسيونن و امتائجن سؤال الاعلانات فاول شي في عنا هدول السيطواتسيونن لازم نختار اي اعلان بناسب لهدول السيطواتسيونن وهي عنا الانتائجن a b c d a f g h i j إذن الاسئلة الاعلانات نفسها لازم نختار يا و دا ناين نفس فكرة غيشتش او دا فالش في عنا هون كمان تكس بس شكله تكس طويل نوعا ما بس مباشبيل 20 يا و دا ناين هاي عنا 20 21 يعني مقسمين و لازم يعني هيك اسهل ما يكون تكس واحد بينما تايل 5 لازن في عنا هون لازم نختار جواب صحيح a b و دا تسي بناء على تكس إذن في عنا تكس هاي عنا اسئلة لازم نختار a b و دا تسي يعني لحد الان انا شايف انه نفس الشي بنسبة لليزن فما بعرف انتو شو رأيكم بالاختلاف رح نرجع على تيست فورم القسم التاني الرئيسي من اقتال الامتحانات هو هون في عنا فيه اوفقابن الافقابن كلهم هون ازو اما غيشتش او دا فالش او ما فاخ او سفال تسو اردنون يعني اما صح او خطأ او اختر اجابة صحية مثلا هاي عنا هورن تايل 1 دو هورست نون 5 كورتز تكس دو هورست يدن تكس زفايمال نفس تماما تايل 1 من تلك و لازم بعد ما نسمع نختار الاجابة الصحيحة مثلا تاكس 1 في عنا سؤالين سؤال رشتش او دا فالش و سؤال a b او دا تسي كذلك الامر تاكس 2 تاكس 3 تاكس 4 و تاكس 5 تايل 2 في عنا تاكس تاكس 1 لازم نسمعه اين مال مرة واحدة لازم نختار a b او دا تسي متل مو شايفين هاي عنا الاسئلة وهي عنا الخيارات هورن تايل 3 في عنا اين جش بغيش مو حادثة او حديث رح نسمع هاد الحديث مرة واحدة و لازم نختار هل هدول الاسئلة غشتش او دا فالش هورن تايل فيه رح نسمع ديسكوسيون نقاش في عنا كذا شخص بيتناقشوا حول موضوع وهون في عنا ثلاثة اشخاص عم يحكوا رح نسمع هاد النقاش مرتين و السؤال هو يعني مين حكى هاي الفكرة هل الشخص الاول او الثاني او الثالث و هون في عنا الافكار موجودة فنحنا منسمع منشوف هاي الفكرة مثلا مين حكاها ا هاد الشخص او دا ب او دا س رح نرجع على تيست فورم بالنسبة لشغايبن الكتابة الافقابة هو فغيس شغايبن يعني كتابة بشكل حر بشغايبن وصف بقرن ذكر الاسباب هننفورشلاج ماخن عمل اقتراح رح نشوف الاسئلة شغايبن اوفقابة 1 و اوفقابة 2 و اوفقابة 3 في اول اختلاف عنا هو بشغايبن في عنا 3 اوفقابن في عنا 3 اسئلة لازم نكتبون دو هست ام سوما ام براكتكم انا بوخانلون gemacht و موشتست ام فرند او انا فرندن دافون اتزالن يعني انت عملت براكتكم بمكانين ما و بدك تحكي لصديق او صديقة عن الموضور هن في عنا النقاط اللي لازم نكتب فيها يعني عبارة عن وصف لشي شغايبن سيكا اختسيش فلازم نكتب اول اوفقابة اللي هو رسالة لا حدا اوفقابة 2 في عنا دو هاس ان انا تسايت شغفت اين ارتيكل تسوم تيما بغيفات فوتو سوزيال نتسورك انجليزن الفكرة انو انت شفت ارتيكل مثلا بالانترنت او بمجلة او كذا و بدك تكتب داينة ماينونج شغايبن داينة ماينونج تسوم تيما عرفتو فهون ما في عنا رسالة هون في عنا كتابة على شكل تكست و طبعا حلينا هاد النموذج كان احدث نموذج يعني الفيديو موجود على القناة باحدث فيديوهات في كون تشوفوه تاخدو فكرة اكتر بينما اوفقابة 3 اذا في عنا 3 شغايب اوفقابن انا اباتس كوليغن داينة موتا فراو زلدن زوخت يمادن دا اينمال ان دا وخه في زي اينكوفن جيت اذا مثل مو شايفين هون في عنا رسالة يعني لازم نكتب رسالة تانية بس هاي الرسالة بتكون بسيطة متل مشاعفين شغايبة ان ايميل سرقة فتسج بوعتا فتلخيص لا قسم شغايب انه هو القسم الاكتر اختلاف بين جوتا وترك تايل 1 بريف تايل 2 مينونج و تايل 3 ايميل وده كورتس بريف يعني ايميل او رسالة قصيرة رح نرجع على تيست فورم لنشوف شبريشن اذا شبريشن في عنا هون بلانن بريزنتاتسيون ويا رح نتعرف اكتر من خلال الشرح اذا شبريشن تايل 1 جمانزم اتفاس بلانن اذا تخطيط لعمل شيء مشترك وهنا بنحكي نحنا وشريكنا بالامتحان عن موضوع من المواضيع ومنخطط له ضمن نقاط يعني بتكون محددة شبريشن تايل 5 يعني تايل 5 يعني تقديم او تعريف موضوع من المواضيع يعني بيكون عندنا موضوع مثلا هاد الموضوع عندنا جانس تاكس شولة مدارس كاملة الدوام فنحنا هون لازم نحكي عنو بعدة نقاط ثم باش بيل مانا برزون ليش افارون اه سيطواتسيون ام هاي متلاند فور وند ناخ تايلة وابشلوس وندانك بينما تايل 3 تايل 3 اباع انتما شبريشن تايل 3 هو تابع لتايل 2 نحنا لما منعمل محاضرتنا منلقي المحاضرة يعني منحكي شوي عن الموضوع هاد كان تايل 2 وتايل 3 هو لما شريكنا بيسألنا سؤال او سؤالين عن الموضوع اللي نحنا حكيناه ونحنا منجاوبه او نحنا لما منسأل شريكنا عن موضوعه وهو بيجاوبنا فهذا هو تايلد غاي اوكي اصدقائي اتمنى تكون مستفدتوا وصارعا تكون فكرة عن الاختلاف بين الامتحانات بعدما شفتوا الفيديو والاختلاف اتمنى منكم تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم يعني اي امتحان افضل او اسهل او بتشوفوه يعني مناسب لكم وهل فعلا في كتير اختلاف وبيستاهل كل هاتضجة لانه شخصي يحط حجة رسوبه او نجاحه بالامتحان او بنوع الامتحان او لا بتمنى تكتبوا لي رأيكم رح نتابع شرح انواع الامتحانات اكتر بالفيديوهات الجاية من هاي السلسلة بتمنى لكم النجاح جميعا سلام